بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة العلوم وسوف نتحدث اليوم بمشيئة الله عن الجزء الرابع والأخير من الدرس 11 الجهاز الهضمي والمواد الغذائي نبدأ وكما تعودنا بالأهداف المطلوب تحقيقها من درس اليوم الهدف الأول أن يتعرف الطلاب على مجموعات الأطعمة التي يحتاج إليها الجسم بشكل يوم الهدف الثاني أن يتعرف الطلاب على محتويات بطاقة البيانات الموجودة على الملصق الموضوع على الأغذية وفايدتها في التعرف على الغذاء الصحي المفيد نبدأ وكما تعودنا بجزء مراجعة سريع على الأجزاء الفائتة من الدرس تعلمنا في الجزء الأول مفهوم الجهاز الهضمي وقلنا أن الجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وامتصاصه تعلمنا كمان مفهوم الإنزيم وجلناه عبارة عن نوع من البرتينات التي تساعد على تسريع معدل التفاعلات الكيميائية في الجسم كما تساعد على هضم الطعام تعلمنا أن الكيميوس هو عبارة عندما يخرج الطعام من المعدة في صورة سائل لزج غليظ القوام يطلق عليه الكيميوس تعلمنا أن عضاء الجهاز الهضمي تنقسم لجزءين؟ جزء الأول اللي اسمه القناة الهضمية هو عبارة عن الفم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمستقيم والشرج جزء الثاني كان ملحقات القناة الهضمية اللي هو عبر عن الأسنان واللسان والغدد اللعبية والكبد والبنكرياس واللي ما بيمرج بهم الطعام لكنهم بيفرزوا إنزيمات أو بيحتفزوا بالإنزيمات وبيخزنوها علشان يساعدوا في عملية الهضم الكيميائي للطعام في الجزء الثاني تعلمنا مفهوم الخملات وجلنا أن الخملات هي عبر عن زوائد إصبعية الشكل توجد داخل الأمعاء الدقيقة واللي بتجوم بعملية الامتصاص للطعام عشان توسع أو بتزيد من معدل الامتصاص تعلمنا كمان أهمية بكتيريا الجهاز الهضمي وجلنا أن تتغذى على الطعام غير المهضوم كالسليولوز وتقوم بتصنيع بعض الفيتامينات زي فيتامين كاف ونوعين من فيتامين باهم اللي هما السيمين والسياسين واللي بيحتاج لهم الجسم في الجهاز العصبي اتكلمنا كمان عن المواد الغذائية وجلنا بيتضمن الطعام ست مجموعات من المواد الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم هي البروتينات والكربوهايدرات والدهون والفيتامينات والأملاح بالإضافة للماء بدأنا بالبروتينات وجلنا البروتينات هي عبارة عن مواد غذائية هامة جدا لنمو الجسم وتعويض ما يتلف من الخلايا وتتكون من وحدات بنائية أصغر تسمى الأحماض الأمينية كلمنا عن الكربوهايدرات وجلنا الكربوهايدرات هي المصدر الرئيسي اللي بيمد الجسم بالطاقة غالبا وتحتوي على ثلاث مجموعات اللي منها السكريات والنشويات والأليات في الجزء الثالث من الدرس اتكلمنا عن مفهوم الدهون وجلنا هي عبارة عن مواد غذائية تمد الجسم بالطاقة وجلنا أن الدهون تمد الجسم بالطاقة أكثر من الكربوهايدرات جرام واحد من الدهون يقدر لمد الجسم بالطاقة ضعف جرام واحد من الكربوهايدرات ومنها نوعين في منها دهون مشبعة وفي منها دهون غير مشبعة واللي بترتبط بالمستوى العالي للكولسترول في الدم كلمنا عن مفهوم الفيتامينات وجلنا هي عبارة عن مواد غذائية يحتاج إليها الجسم للنمو وتنظيم وظائف الجسم والوقاية من الأمراض ومنها نوعان فيه فيتامينات زائبة في الماء وديه محتاجها الجسم بشكل يوم لأن الجسم لا يستطيع تخزينها والنوع الثاني فيتامينات زائبة في الدهون وديه بيحتاجها الجسم على فترات لأن الجسم بيخزينها داخل الدهون تكلمنا عن الأملاح المعدنية وجلنا هي عبارة عن مواد غذائية غير عضوية تنظم العديد من التفاعلات الكيميائية داخل الجسم ويحتاج الجسم 14 نوع من الأملاح المعدنية بشكل مستمر تكلمنا كمان لماذا نشعر بالعطش قلنا أنه عندما يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء بتنخفض نسبة السوائل في الجسم فيرسل الجسم إشارات عصبية إلى الدماغ فتشعر بالعطش ثم تشرب لتروي عطشك وتعيد التوازن للسوائل في الجسم هنتكلم النهاردة إن شاء الله على مجموعات الأطعمة ايه مجموعات الأطعمة اللي محتاجينها أو ايه الطعام الغذاء الصحي المفيد اللي أنا لازم على الوجبة بتاعت تكون محتوية على أجزاء منه بيقول لي لا توجد المواد الغذائية كلها في نوع واحد من الأطعمة علشان كده يجب أن تنوع الأطعمة التي تتناولها ولتسهيل ذلك تم تصنيفها إلى خمس مجموعات رئيسة هي الخبز ومنتجات الحبوب دي المجموعة الأولى الخضروات المجموعة الثانية الفواكه المجموعة الثالثة الحليب المجموعة الرابعة اللحوم المجموعة الخمسة بيقول لي وضح الجدول ثلاثة بعض التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار عند تناول الأطعمة يعني لازم الواجبة بتاعتي تكون محتوية على شوية من النشويات في الخبز ومنتجات الحبوب محتوية على فيتامينات واملح معدنية بتكون موجودة في الخضروات والفواكه محتوية على بروتين ومواد دهنية موجودة في الحليب محتوية على بروتين حيواني الموجود في اللحوم بيقول لي بعض التوصيات التي يجب أخذها في الاغتبار نشوفها في الجدول ثلاثة إن شاء الله بيقول لي تسهل عليك المعلومات المدونة على علب الأطعمة واللي بنسميها بطاقة البيانات اختيار الأطعمة الصحية وتساعدك على التخطيط لواجبات الطعام كمان بتزودك بكميات المواد الغذائية الضرورية لك بشكل يومي جسمك محتاج كم جرام من البروتين كم جرام من الكرباهيدرات كم دهون محتاج جد إيه من الفيتامينات محتاج إيه جسمك من الأملاح وهكذا ده الجدول ثلاثة اللي بيوضح للدليل الغذائي لمجموعات الغذاء وإزاي نحصل على كميات مناسبة منها بشكل يومي بيقول لمجموعات الغذاء زي ما قلنا بتنقسم لخمس مجموعات رئاسية الفاكهة والخضروات والغذاء الغنب الكالسوم اللي هو الحليب والحبوب ومنتجاتها اللي بيغنوا اغنية بالنشويات بعدين البروتينات اللي موجودة في اللحوم والأسماك والبيض بالنسبة للفاكهة بيقول لي تناول أنواع مختلفة من الفاكهة سواء كانت طازجة أو مجففة أو معلبة أو حتى مجمدة بدلا من عصير الفاكهة ولتحصل على ألفين سعر حراري ستحتاج إلى كوبين من الفاكهة كل يوم على سبيل المثال الموز زي الحجم الصغير والبرتقال زي الحجم الكبير وربع كوب من المشمش المجفف أو الخوخ ده بالنسبة للفاكهة انت محتاج ألفين سعر حراري هتاخد كوبين من الفاكهة بشكل يومي يعني كمثال موزة مع برتقالة مع ربع كوب من المشمش المجفف أو الخوخ دولا يوفوا بالغرض ويخلوك تحصل على حوالي ألفين سعر حراري يوميا بالنسبة للخضروات بيقول لي تناول خضروات ذات اللون الأخضر الغامق ومنها البروكل والكرومب والنباتات الوركاية الخضراء زي الجرجير والفجل أو الخضروات الملونة ومنها الجزر والبطاطا الحلوة واليقطين والبازيلة والفصولياء بأنواع مختلفة ده بيساعد على حصول الجسم على كمية كبيرة من الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم بشكل يومي الغذاء الغني بالكالسوم بيقول لي تناول 3 أكواب من الحليب القليل الدسم أو الحليب الخالي الدسم كل يوم وإذا كنت غير قادل على تناول منتجات الحليب فاختار منتجات الحليب الخالي من اللاكتوز أو تناول الطعام أو الشراب الذي يحتوي على الكالسوم بالنسبة لمنتجات الحبوب بيقول لي تناول 85 جرام على الأقل من الحبوب الكاملة والخبز والبسكويت والأرز أو الماكرونة كل يوم ولاحظ أن القمح والأرز والشفان أو الزراء يشار إليها بالحبوب الكاملة في قائمة المكونات المكتوبة على علم الطعام بل الحبوب الكاملة بتتمثل في القمح والأرز والشفان والزراء وعموما فإننا يجب أن نحصل على نصف كمية الحبوب من الحبوب الكاملة مع الإشارة إلى المنتجات الغنية بالحبوب الكاملة يبقى محتاجين من الحبوب أو منتجات الحبوب 85 جرام على الأقل بشكل يوم بالنسبة للبروتنات بيقول لي اختر اللحوم أو الدواجن الطرية اتبخها أو اشويها أو اطحنها ونوع في اختيار المواد الغذائية البروتينية بحيث تشمل السمك والفصولياء والبازلاء والجوز ومنتجات الحبوب الغنية بالبروتين طيب توصيات أخرى بيقول لي يحتاج الشخص البالغ إلى 2000 سعر حرارة في اليوم حيث ينبغي أن تشمل على حصتين من الفكهة وحصتين ونصف من الخضروات ويجب أن يتناول البالغ عدة مرات في الأسبوع الخضروات الخضراء والبرتقال والنباتات الغنية بالنشويات والبقوليات وباقي أنواع الخضروات ويجب أن يؤكل يوميا من نواتج الحبوب الكاملة واحد إلى ثلاث أوراق من الحصص الغذائي وهو ما يعادل شريحة واحدة من الخبز أو كوباً واحداً من حبوب رقائق الزرة أو نصف كوب من الأرض المنبوخ أو المعكرون كمان بيحتاج أيضاً إلى ثلاث أكواب من الحليب الخالي أو قليل الدسم أو ما يعادله من لبن الزبادي القليل للدسم أو الجبن القليل للدسم عشان ما تزيدش نسبة الدهون في الدم زي ما قلنا في درس الجهاز الضارة اللي هي عبرها عن أقية ونصف من الجبن تساوي كوباً من الحليب كما ينبغي تحديد كمية السكريات والملح والدهون لأن الحياة ديت من الحياة اللي بتسبب الأمراض زيادة نسبة السكر أو الملح أو الدهون بتسبب تراكم الدهون في الجدران الشرايين زي ما قلنا قبل كده كمان السكريات والأملاح بتزيد من الضغط وبتعمل مشاكل للجسم بيقول إختار طعاماً يحتوي على القليل من الدهون غير المشبعة أو الدهون المشبعة ومما يشدر ذكره هنا أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى منتجات الحبوب الكاملة أو على الأقل تناول نصف الكمية منها أما الأطفال الذين أعمرهم بين سنتين وثماني سنوات فيمكن أن يتناولوا كوبين من الحبوب الكاملة والأطفال في التساعة وأكبر يحتاجون إلى ثلاث أكواب من الحليب الخالي أو القليل للدسم أو ما يعادله من منتجات الحليب يومياً سواء كان جبن أو زبادة أو أي من منتجات الحليب الأخرى نتكلم بقى عن بطاقة البيانات واللي بتكون محطوطة غالباً على كل المعلبات عبارة عن إيه بطاقة البيانات بيقول لي حتى يكون اختيارك للغذاء الصحي سهلاً تم وضع مجموعة من الحقاق الغذائية على شكل ملصق على المعلبات الغذائية تلك الملصقات تم توضيح إحداها في الشكل تماني هنشوف واحدة من الملصقات ديت وإيه المحتويات بتاعتها بالزبط بتحتوى على إيه إيه البيانات اللي بتكون موجودة فيها وفيديتها إيه بالنسبة لنا حيث يساعدك على التخطيط لما تحتاج إليه من كميات الغذاء التي تناسبك خاصة في حالة الحمية الغذائية الناس اللي بتحاول تحافظ على جسمها وبتعمل رجيم دي واحدة من بطاقات البيانات اللي بتكون موجودة على المعلبات الغذائية بيقول لي مقدار الطاقة في العلبة دي معلومات غذائية المتوسط لكل 100 جرام مقدار كل 10 جرام تعبئة 1 بيقول لي طاقة كيلوجول بتحتوي العلبة دي مثلاً على 2192 كيلو كالوري اللي هي كيلوجول طاقة كيلو سعر بتحتوي على سعرات حرارية مقدارها 526 سعر حراري نسبة البروتين في العلبة دي 3.9 جرام نسبة الكربوهايدرات 52 جرام نسبة السكر اللي موجود في العلبة دي 1.4 جرام الألياف اللي موجودة فيها 2.6 جرام نسبة الدهون 34 جرام الدهون المشبعة 7 جرام من ال34 والباجي دهون غير مشبعة نسبة عنصر السوديوم في العلبة ديها اللي احنا بنجرم الملصق اللي عليها بتساوي 53 من 100 من الجرام السوديوم في الشكل تمانية بيقول لي المعلومات على ملصق الطعام تساعدك على اختيار غزائك وبكده نقدر يعني نعرف اذا كانت العلبة الغزائية دي محتوى على الاحتياجات لانا محتاجها ولا لا محتاجة اضيف عليها كمان حاجات تانية او هي ضرة بالنسبة لانا بتحتوى على كمية كبيرة من الدهون او كمية اقل وهكذا تعالوا نعمل ملخص سريع مجموعات الاطعمة التي يجب تناولها يوميا يمكن تلخص مجموعات الاطعمة اللي يحتاجها الجسم في الشكل التالي واللي بيحتوي على خمس مجموعات منها الفاكهة وبقولنا تناول انواع مختلفة من الفاكهة بنحتاج 2000 سعر حراري بشكل يومي واللي بتعبر عن كوبين من الفاكهة كل يوم على سبيل المثال موزة مع برتقالة كبيرة مع ربع كوب من المشمش المجفف او الخوخ المجفف بالنسبة للخضروات محتاجين نتنوى الخضروات ذات اللون الاخضر الغامج زي البروكلي والكرومب والنباتات الوراقية الخضراء زي الجرجير والفج والبصل الاخضر الحياة دي دي بتحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات ومنها الجزر والبطاطا للخضروات الملونة واليقطين والبازيلة والفاصولياء بانواع مختلفة الغناء الغناء بالكلسوم والحليب ومنتجاته زي الجبن والزباد والقشطة والحيات دي محتاجين جديه محتاجين تلات اكواب من الحليب القليل الدسمة والحليب الخالي الدسم بشكل يومي لو ما كنتش جادر على تناول الحليب ما بتحبش الحليب اختري واحدة من المنتجات الخالي من اللاكتوس زي الزبادة او اللي الجبن منتجات الحبوب محتاجين 85 جرام على الاقل من الحبوب الكاملة اللي هي القمح والارز والشفان والزرة بشكل يومي او ممكن ناخدها في شكل رز مطهي او مكرونة مطهية 85 جرام تكفيني في اليوم اما عن البروتينات فاحنا محتاجين نختار لحوم او دواجن بالاضافة للبروتينات النباتية اللي بتكون موجودة في الفصولياء او البازيلاء او الجوز واللي لازم جدا ننوع ما بين بروتين حيواني وبروتين نباتي ما نعتمدش على نوع واحد من البروتينات بشكل مستمر بكده انكم خلصنا من درسنا النهاردة اتمنى يكون الدرس سهل وبسيط اتمنى يكون كلكم استفدتم من الدرس في النهاية سبحانك اللهم بحمدك اشهد ولا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشوفكم في حصة جديدة رجالة السلام عليكم